انت كمان بتدعم يا سداد دايما المواهب الجديدة وبتقدمها وبتعترف بيها وبتدخلها في شغلك. وبسيبهم بحرجهم مبرداش امضي حد اوه. لان هو بصص على حاجة انا مش هو خبه لي منه. انا نجح كده. بربو عليك. انا نجح كده. هو اكيد طفل بيحبني. اما كبر هو شايف حتة انا مش شايفها. بدليل ان انا بصص كده ونجح فيه. فهو ما بيجي الصغير ده بيبقى بصص على حتة انا مش شايفة. وهمه يكملها. مش ههمه النجاح اكتر منه هو يكمل للحتة دي. وانا كمان ببقى عندي انا مش هحبطك. مش هكل حقك. انا هديك حقك في الاغنية. ودايما حتى ناس كتير تقول لي انت اكتر مش مش اكتر حد انا بحب ادي انا خدت مسحتي. واخد مسحتي. بربو عليك. فما اجتشتغل معنا لازم اديله مسحته. مش لازم اقيده. دايما. ومش لازم تغلوش عليه او تحطه هو في الضل. انا هنجح. وفعلا لما حد بيقول لي بقول له انا بتلاقيني ايه? قال لي بقى لقيك مكمل. قلت لي بقى ما ما تقوليش انت بتعمل غلط انت انا انا انت بتسمعنا ناس ما ما نعرفش عنها. لا ازاي? لان انت كتير لما كنت بقى قابلك مسلا في حفلات ليك في كايرو جاز في اماكن اخرى لما كنت سعب بنقعد هنا. مم. كان بقى معاك ناس صغيرة اول مرة شوفهم وتقول لي ده اللي هيغير المازيكة بتاعتي. اه. ده هيوديني في حتة تانية غالص. اه. وكنت بتبنيه من الاول حتى قبل ما تتجرب مع عبس انت بتكون شميته. انه في حاجة مختلفة. دي برضو ملكة ملكة جبارة ان انت تقدر اه عشان كده دايما انت مجدد. ودايما عندك حاجة جديدة. كنت بقى بالناس يا استاذ عباس. اه بس انا منها دعم. في حاجة فلاقي حاجة. انا اقولي استاذ عباس وتمشي كده. فضل يا استاذ عباس. فضل. مش قصد عباس. اهي. اول والله العظيم اول مرة اه انزو. اول مرة في الدنيا. شادر اقول كده. ده ده يوم عالمي. سجل يا ابني الساعة والتاريخ. اللي قلت فوق. قال لي عباس. عالتليفون نتكلم في تليفون. يا ابني. الحمد. هقفل في وشك يا سيدان. خلاص انا 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 اسف. عارف يا استاذ عباس. عباس انت قلتها هتمشي بقى. مفيش حاجة خاصة اللي تقول. فكنت مبقى مستنى الدعم منه. اه يعني ايه? هو جايب نعمل معايا بلاقيه اكتر حاجة هو عايز يزهر نفسه. طب انت جايبني ليه? صح. فكنت بحبط منه. فده دايما لما بيجي قابلني شاب ببقاش عايزة اوصله نفس الطاقة اللي انا وصلتني. يعني لقيه انا كنت سعب باخد حافز لنفسي وبقول لا لا ما يهمنيش. بس انا عارف ان البنقات من كلها مزي. يعني كنت ممكن تخبط وكنت ممكن. اه. اه. لا انا مكنتش بحبط بالعكس كنت بقول لنفسي كويس انا قابلت واحد زي ده. بس مش كل الشباب هيبقى عنده نفس الحافز ده. لان فيه كمان ناس كتير في الفن عمتا اه التجربة السيئة اللي بتحصل لهم مسلا ان حد يهيمن عليهم او حد اه ياخد مجهودهم او يخفيهم وياخد كلامهم ينسيبوا ليه. اه للاسف ودي برضو طبيعة انسانية اه بانه بينتهي انه عامل ده في حد تاني. اول ما يجيله فرصة يقوموا مصدره تاني. ايوه. فكونك ان انت معنا انت راجل سليم متصالح مع نفسك. عارف موهبتك. عارف قدرك. اه. متحقق اه. وفنان انك بتبحث عن كل ما هو ممكن يضيف لك. والفنان الحقيقي كمان عايز يطور اي فن عايز يساعد اه اه. اي حد. اي. فيش الغيرة فكرة الغيرة. لانه ده مجال مفتوح. مجال مفتوح هو انت مش عاملك ما تقدر تلبس على الارزائي احنا كنا بنقول يا رب. وساعاتها محد يطور حاجة انا ممكن اخذ التطوير ده واخد منه حاجة ما كنتش اوصل لها. الا لو شفت ده. دايما بقول لهم كده بقول لهم اه لما يبقى في حاجة احلى اه انت نفسك هتشتغل لما بتطلع حاجة كويسة من حد يعني ما قولي ايه رأيي في فلان بقول له انا ما قدرش ما ما تقوليش ايه رأيي في فلان لان انا لسه لحد دهاتي بشتغل عشان اكون اكبر. فما ما ما تخلنيش انا اقول ايه رأيي فلان لان فلان ده ممكن يكون بجد بيحبني فمستني الكلمة مني فانا رمي بالطوب ممكن اه في واحد بجد يتأثر نفسان فما يشتغلش خالص. فبلاش انا تقول لي ايه رأيك في الان انا لان اقول لهم ما حد يش يجد عني يطلع في اللاييف يقول ايه رأيك في ده رأيك في ده طالما انت وصلك وبتسألني عنه يبقى هو شاطر. اما بداي او لما حد بيخش يتكلمني يقول لي ايه انا نفسي تسمعني. عايز اقول له بص انا كل اللي اشتغلت معهم دون ما دخلوش قالوا لي كده. انا اللي دخلت قلت لهم انت شاطر تعال اشتغل معاك. وده. فا اعمل ده او اصلا انا مش محدش بيساعدني. ليه قدامك الكمبيوتر قدامك الجهاز قدامك الوراق او الالم جرب واعمل ده. لو انا جي تعلمتك هتمشي على خطايا. فمش هتتعدان. رب عليك. انت عدوي ليه بعد كده. لكن لو انت عملت شك غيري. وانا شمعتك هكلمك. يعني اللي كلمت ويجز. انا من نوعية لما بسمع اغنية حلوة قوي. انت العرفتين على ويجز على فكرة. وانت اللي كنت متنبق له بحاجة جمدة جدا. عشان انا احفنان. يعني بيقول على فنان فلازم يكون عندي القاء نظرة. اه مين ده? كان يعني الناس حابقوا لهم ايه? ها? ايه رايك? يقول لي بس لو ماك? لا مش لو ماك. لاني انا بقول يا رب. وهو بيقول يا رب. ربنا بيوزع لنا كلنا ارزاقنا. انا لو انا هقدر اوزع الارزاق. ههوزع لك الرزق عليك انت كمان. انا بنا ادم زي زيك. فهو بيتعب. اه لو هو مش هيكمل بقيت طريق نجاحه ويبقى هو مش شاطر. ممكن اتقابل مع بنا ادم وكون عندي سيقة انه هو يكون جامد وما يطلعش جامد. بس هو اللي هيقف في محطة مش هتحرك منها. اه بالعكس احنا عملنا ميكسا مع بعض وانجحنا. هو خملهم. حلوة قوي. كان قوي النيكس بتاعكم. اه. واشتغلتي مع وجزي شوق وجزي من الناس اللي بقولهم اه. ده هيحط المزيكة في حال تاني. بس هو معقدوا الجمهور. مهرجان. مهرجان ده صنع بلدك.